هذه الأيام ذكر الله فيها أعظم من بقية الأيام أعظم من بقية الأيام يعني قول سبحان الله وبحمده في أيام عشر ذي الحج أفضل وأحب عند الله من قولها في غير أيام عشر ذي الحج أفضل من قولها بعد الحج مع أنه عظيمة هو ذكر لله و عظيم لكن أنك تقول في هذه الأيام أفضل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله عز وجل هذا موسم هب من الله منح من الله هدية لنا هذا الموسم يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات ولذلك الصلاة في أيام عشر ذي الحج أفضل من الصلاة في غير هذه الأيام مع النفل المطلق فمثلا تصلي الضحى كم كنت تصلي الضحى سابقا ركعتين خليها أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنع عشر مثلا زد من العمل الصالح حتى يمتلع ميزانك بالحسنات بإذن الله كنت تصلي الليل تصلي في الليل كم ركعة تصلي ثلاث ركعات توتر مثلا خليها أحد عشر ركعة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام و زد في القراءة أيضا عندك بين المغرب و العشاء هذا أحيانا وقت مثل ما يقول بعض العوام يقول هذا وقت ميت لا مميت ما في وقت ميت عندنا الوقات كلها حية لكن الذي يميتها أنا وأنت حينما نهمل و نفرط في مثل هذه المواسم عندك بين الظهر و العصر هذا وقت حي للصلاة الإنسان مثلا أحب أن يصلي صلي ما شاء لو أنه قام من بعد الظهر إلى أذان العصر في صلاة فهذا عمل طيب و صالح و لذلك اهتبلوا فرصة هذه الأيام بالصلاة و الصلاة لا يخفاكم بأنها من أجل العبادات و من أفضل الطاعات و من أعظم القربات عند الله سبحانه و تعالى هذه بالنسبة لمسألة الصلاة صلي في الليل صلي في النهار احرص على أن لا يفوت وقت من هذه الأوقات في هذه العشر إلا و قد سجلت فيه طاعة و قرب إلى الله سبحانه و تعالى بالنسبة للصدق هذه من أجل الأعمال و أفضل الطاعات و لذلك الصدقة شأنها عظيم الصدقة شأنها عظيم فنلحظ بأن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يتصدقون و بيّن عظم هذه الصدقة و كيف أن الله تعالى يضاعفها يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع نالي و الإنسان يوم القيامة إنسان لما يموت يتمنى يرجع ليتصدق يتمنى يرجع إلى الدنيا حتى يتصدق لماذا؟ قال العلم لأنه رأى فضل الصدق و رأى أحوال متصدقين فعرف قيمة الصدق أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين قال العلم في وجه راجح من أوجه التفسير فأصدق يعني الصدق المعروف الصدق المعروف و لذلك أخواني و أخواتي بارك الله فيكم هذا موسم عظيم من مواسم الصدق أرأيتم شهر رمضان كيف الناس يتصدقون و يخرجون للصدقات و التبرعات كذلك هذا موسم عظيم لا يفوتكم لا يفوتكم ولو بالشيء القليل فالنبي عليه الصلاة و سمع يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلب